اشتركوا في القناة هذه نشك أنها محرمة لأنها تبني في نفوس الأطفال أنواع من البلاية واللوثات ولذلك يجب الحزم في منع مثل هذه الأمور حتى لو كان في ذلك كراهية من الأولاد وعدم رضا ينبغي أن يفهموا أن هذا في الحقيقة له من الأثار السلبية على الفرد وعلى المجتمع ما يجب الحزم في منعه حتى في من يبيع هذا يجب عليه يتوقف عن بيع مثل هذه الألعاب التي تشيع الشر بين المسلمين وتفسد المجتمعات النوع الثاني من الألعاب لتزجية الوقت وتهمضيته ومثل هذا في حق الصغار ومن لم يبلغوا الأمر فيه سهل لأن حياتهم بناؤها على اللهو واللعب فلا حرج فيها إذن البلاي ستيشن هو جهاز تكون فيه ألعاب مباحة وتكون فيه ألعاب محرمة ونبه إلى ضرورة عناية أولياء الأمور في الأشرط التي يقتنيها أولادهم في هذه اللعب حتى لا تبنى في نفوسهم الخصالة الرديئة والعدات السيئة تبنى في ترجمة نانسي قنقر